السحر المشموم يعني يكون هناك اعتر يتم اعداده من انواع السحر يضع في الملابس واي عطور جاهزة للهدايا وايضا يضع في الهدايا مثل السعات وغير ذلك يسمى السحر المشموم في العطور وسحر المشموم في الهدايا وهناك سحر المشموم في البخور هذه الاشياء تظهر عند قراءة الرقية على المريض وتظهر انواع السحر المشموم في العطور او مشموم في البخور او مشموم في الهدايا وهناك أنواع سحر الخامس موم إنما هذه أنواع شائعة وتكون مستقرة في الرأس وهو من أخطأ أنواع السحر أنه يكون مستقر في الرأس ويكون ألم في الرأس الشديد سواء كان سحر تمريد أو سحر محبة ويكون فيه دوران ويكون فيه نسيان ويكون فيه أفكار سودوية ويكون فيه جني في الرأس يعني لا ينثق يكون هناك جني في الرأس يعني لا يظهر أعراضه ويكون فيه أعراض قوية مثل كسال وغير ذلك يعني أعراض السحر المشموم كثيرة أتكلم عن علاج السحر المشموم فعلاج السحر المشموم توقف عن برامج علاجية تتبع عند المعالج من بينها الرقية والصعود والحجامة وبعد الأغذية المفيدة في هذا الأمر وأيضا يكون هناك يعني جلسات مكتفة من يعني العلاج يعني ب يعني مشمومات مثل أروح السداب مع الزيت الزيتون وأيضا يعني الحبة السوداء في الأنف وعني القسل الهندي سعوطا يعني وبأخورا وغير ذلك من هذه الأشياء ويستحبوا أن تكون حجامة في يعني مقدمة مقدمة الرأس الجبهة لأن غالبا السحر المشموم يكون مستقر هناك ويعني هذه الأشياء فقط اختصرنا سنقوم بتوضيح أكثر فأكثر عن السحر المشموم نشكركم ويتنسوا اشتراك في قناتنا إذا حلق أخر إن شاء الله